ده محتوى حلقة النهاردة اللي المهندس عادلي قالك هي الكرة المصرية وكلها لوحة شخبيط قبل ما نبص على الشخبيط هنطم منكو على الفرقة الاهلي بعد ما كسب الحمد لله مبارح مباراة مهمة مع بيرامدس وصعد لنصف نهاية كاس مصر القديمة باقي لسه مصر الجديد ان شاء الله في بطولة الكاس الاهلي صعد على حساب بيرامدس لكن عنده مباراة مهمة في الدوري يوم الأربع ان شاء الله مع سموحة النهاردة على الفور على طول تدرب الفريق مع الكابتن سامي أمصان أدى تدريبات استشفائية في ملعب مختار التيتش وفي صالة الجم في النادي كابتن سامي أجرى تأسيمة قوية بين اللعيبة كانت المهمة فيها يمكن الإطمئنان على بعض النقيهين العائدين أصيب محمود وحيد الحياة ويحتاج فترة من العلاج أصيب إصابة عضلية لكن أهم ما في هذا المرانة باشموندس أنه الجهاز تطمن على عودة علي معلول وحمد فاتح وحسين الشحات وآيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم الستة رجعوا وغاب أضيف محمود وحيد للمستشفى يعني فيه مكان في المستشفى ستة خرجوا واحد دخل ما هو بالفضل سريف والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الحياة اللي بازل مجهود كبير مع الفرقة أكد أنه إصابة محمود وحيد في العضلة الضمة يغيب بسببها من أسبوعين لثلاث أسابيع وده خلال مشاركته في مباراة بيرامد وكان أجريت أشعل محمود وحيد ثبت إصابته ومن ثم غيابه من أسبوعين لثلاث أسابيع يعني إصابات غريبة جداً وتلاحق الأهلي ولا إحنا اللي مركزين مع الأهلي والإصابات وتلاحق كل الفرق ولا إي أنا مش فيه إنما هي مفهومة يعني أنت من منطقي أنك أنت تبقى الأكثر إصابات لأنك الأكثر يعني مشاركة في المتشاط والأكثر تعرضها للضغوط لكن فيه عنصر ما حدش ياخد باله منه لما فرقة بتلعبك هي مش بتلعب كل متشاطها بالفول باور بتاعها بأخصى الطاقة بالاستنفار الاستثنائي الذي تلاقي به الأهلي أو أحياناً الزمالك اللي أنت يعني ما عندكش هذا الطرف أنت بتلعب كل الفرق بقى بالفول باور بالفول باور لأنها بتلعبك بالفول باور فهو من حقه يرايح ماتش قبليك أو يرايح ماتش بعديك أو حتى لو حصلوا كبوة بعديك بعد وده غالباً اللي بيحصل يعني يا بغت اللي بياخد من وراء الآلي يعني الفرق اللي بتاخد من وراء الآلي مؤكد بتلاقي فريق منهج لكن الآلي هو المنهج بقى الدائم فطبيعي أن يحصل إصاباته طبيعي أنك وحتى زمالك بدأ يشكو من هذا الأمر وفرق أخرى اللي هي تلاحقت عليها المواسم والمشاركات بدأت تشعر بهذا الضغط موسيقى